موسيقى يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بوريكي معايا اليوم الـ HP Spectre هذا واحد من المنتجات اللي سونا لهم مسترين باكسنج أحطلك الرابط تحت عشان تشوفه فأكيد رح يكون هذا الفيديو رعاية يوريكي الـ HP Spectre هو أنحف لابتوب العالم وأنا نادر جداً أني أقدر أستخدم لابتوبات أسوي فيهم هذه الحركة لأن اللابتوب متزم من كل صوب مصنعيته جداً منتازة جودة التصنيع واضح أنه أهما تعبوا عليها عندك هنا نوع من الانوداز اللومنوم نوعاً ما خفيف علشان شديد تحس أنه كنت تقدر تشيل اللابتوب بيد واحدة وفيه ستردينس رح تحس أنه هو مقاوم للطاحات والصدمات وأكيد لزلوك شغلة ثانية عجبتني باللابتوب هي الأبعاد مالة الكيبورد بس ما يجبني الأبعاد مالة الشاشة عندك هنا شاشة 13 بوصة كنت تقدر تستغل بشكل أكثر تزغر الحواف علشان تتمكن من أنك أنت تستغل أو أبعاد اللابتوب أكثر كنت تقدر تحط شاشة أكبر مثلاً هنا أو تزغر اللابتوب بكبرى علشان يمشي مع حجم الشاشة اللابتوب رح ييه بورتز من الخلف فقط لا غير عندك ثلاثة USB تايب سي واحدة منهم رح تكون حق التشارجينج أو أي واحدة منهم تكون حق التشارجينج وداتا ترانسفر أكيد مع HDMIات وغير من هالأمور وعندك فتحة على الطرف كله ستكون فتحة الثلاثة ونصف ميلي وشاشة مثل ما قلت لك 13 بوصة ستكون Full HD والميتركس مالها ويقامة صراحةً ممتاز الإضاءة مات حلوة والساتشريش مالها هم جداً ممتاز وأحلى شيء في الموضوع هو الترافلين دستنس ما بين الكيبورد والأداء اللي يعطيك هي أنا صالي فترة قاعد أستخدام الماكبوك تعوت على البترفلاي وفقت العواليات نياحة على شركة أبل بس هنا صراحةً التاكتكل فيدباك يعطيك إحاءة أن الكيبورد أنت راح تحس أن الكيبورد استيعابه وايد سريع وتحس أنه هو قاعد يأخذك من أقل ضغطه لما أنت تيته بتطبع فالنظام التشغيلي هنا مثل المعتاد اللي نعرفه من ويندوز 10 هنا عندك أنت الستاتس بار وعندك هنا تقدر تشوف كل تطبيقات الموجودة عندك من ناحية الأولى أبس وأكيد عندك أنت المتجر تقدر تاخذ منه اللي تبي وتنزل برامج إضافية إذا أنت كنت قاعد تحتاجه خنجرب تاكتكل فيدباك مع الكيبورد نفسه خنسوي سيرتش ندور على نوتباد حلو تلاحظوا أن hello youtube كيبورد وايد وايد زين the keyboard is very 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 nice صراحة كيبورد جدا جدا ممتاز وresponsiveness ماله مثل ما انتم شايفين وايد وايد حلو نكتب مرة ثانية بسم الله hello youtube كيبورد صراحة جدا ممتاز والتاكتك الفيدباك مثل ما قلت لكم ممتاز أنا كنت قاعد تطبع على ماكبوك في مدة طويلة فتعوت على البترفلاي ميكانيزم الموجودة بالماك بس هنا هم أنت عندك تاكتها الجدا ممتاز وبعدين الأبعاد مالت التراكباد والسبايسينج والترافلينج ديستنز ما بين الكيبورد والضغطات مالوتهم راح يعطيك يعني شعور جدا جدا مريح بتغير بالويندوز تن طبعا صار عندك انت هني الستارت بار نفس اللي كان موجود عندك بالويندوز اكس بي ويندوز القديم لأنه اهما كانوا يابوني خلونا ما بين التايلز اللي شفنا بويندوز ايت و ويندوز تن فصار هنا عندك انت مدمج ما بينهم اهما الاثنين طبعا عندك انت تابلت مود وعندك انت ديستوب مود أو بي سي مود وعندك انت بعض هم خيارات اضافية داخل الستنجز عشان انت هي تقدر تعدل امور لو تلاحظون ان هما راحوا بالمودرن ثيم عشان يخلون القوائم تكون وايد اسهل القراءة يدمجو ما بين النظام التشغيلي اللي انت عندك بالويندوز واكيد اللي موجود انت عندك بالويندوز فون فهذا هم شي وايد وايد حلو فوايد مجرد النظام التشغيلي يعني سهل ما ظنتي راح يكون صعب حقا اي احد انه هو يستخدمه خلنشوف من ناحية انه يدخل على التطبيقات التطبيقات او البرامج يعتمد بعد على الاسلو انترنت كونيكشن اذا موجود عندنا احنا اليوم اوكي دخل على اليوتيوب لو نجرب نكتب احمد وعريكي احمد وعريكي هاذ الصفحة مثل ما انتوا شايفين بصبعين تقدر تسوي انت على تراكباد فوق وتحت علشان تقدر تسوي سكرول واتوقع بنش تزوم شغالة مثل ما انتوا شايفين تزوم رح يزوم لك زومين وزومين من حركات ويندوز القديمة فهذا كان استعراض حق النظام التشغيلي مثل ما انتوا شايفين سريع وايد خلنشوف اذا نقدر نطلع الصفحة اللي نقدر نشوف فيها مواصفات الكمبيوتر هذا المستخدم اضع 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 وعندك التهنيه ما في لا توتش امبوت ولا في قلم و نظام تشغيل من الويندوز 10 فهذا هو على قولاتهم اتش بي سفكتر الابتوب رح يكون بتعاون مع شركة بانغان اولفسن فالصوت اللي يعطيك هي صراحة ناقي و جدا من جدا منتاز والداك اللي موجودينيهم رح يكون وايد زي حكذا انت تركب سماعات بوحك وهذه الشغلة كانت اتش بي تسويها مع شركة بيت بس الحين بيت صارت مك ابل فهي حنقعت سويها مع شركة بانغان اولفسن الالوان مالوت اللابتوب يمكن مو ذوقي انا ذهبي على بني احب لون الاسود على كاربن مثلا او سلفر على كاربن بس ما في الا هاللون حاليا لون البني مع الذهبي وما توقع رح ينزل لون ثاني يمكن اصدار اليديد من اتش بي سبكتر ينزل لون ثاني بس حاليا هذا اللون الوحيد اللي ميتوفر البطاريه مات اللابتوب بتعمر معاك استخدام كامل مكثف بحدود 5 الى 6 ساعات ممكن تطلع منها الى 8 ساعات اذا انتكت مثلا بس تبسوي براوزنج او فيديو ستريمينج ورح يصلح طبعا حق الادتينج مواصفات اللابتوب رح تكون جدا جدا عالية عندك التهني انتل اي 7 6th generation 8 جيجا بايت ذاكرة العشوائية و 512 جيجا بايت الهارد ديسك رح يكون من ضراز اس اس دي اكيد وهذا الشيء رح يكون جدا ممتاز حق انك انت تلغم اللابتوب تستخدمها حق المونتاج تستخدمها حق الادتينج وغيرها الامور هذه كلها اللابتوب ما رح يكون عندها اي مشكلة من انها اوهوى يواجه لك هذه الامور فاذا انت كنت مثلا طالب بالجامعة رح تفكر انك تاخد اللابتوب وهم نفس الوقت انت عندك شغلات وايد تسويه من ناحية البردكشن من ناحية الصور وتعديل على الصور او تعديل من الفيديوهات هذا اللابتوب رح يكون جدا جدا مناسب خفيف سماكتها وايد حلوة بطاريتها تعمر معاك وفي عندك شكل وايد رح يختلف عن باجة اللابتوبات الشغلات الوحيدة اللي قلت لكم اللي ما انجبتني هي اللون والشيء الثاني هو الابعاد مات الشاشة كانت ممكن تكون اكبر لو كانوا مستغلين الحواف اكثر او كان ممكن اللابتوب بكبرى يكون اصغر لو هم بنفس الوقت مستغلين الحواف اكثر فبس ساوحونا على الطالب وكسور سلامتكم من تعيشون احمد وبركي فموان الله الكريم